كما شدد مدبولي أيضاً على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعادي على الأراضي الزراعية ولا تهاون في هذا الأمر وأوضح رئيس الوزراء أنه مع قرب الاستحقاق الانتخابي تتزايد عمليات التعادي على الأراضي الزراعية موجهاً بحصر كامل لجميع المباني المكتملة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون إحنا عندنا كده بيبقى فيه مواسم بنقولها بتزيد فيها البنع على الأرض الزراعية ومنهم قرب أي استحقاق انتخابي وبعض المواطنين يعني بيفترضوا أن الدولة حتتساهل وحيبقى فيه نوع من تغاضي وغض البصر عن أي بنى غير رسمي على الأراضي الزراعية هنا اللي أنا بأكد عليه الدولة المصرية حتواجه بكل الحسم أي محاولات للبنى على الأرض الزراعية إحنا شددنا بالتعديلات القوانين شددنا العقوبات وابتصل إلى الحبس وبالغرامة جديرة لا تقل عن 500 ألف جنيه إحنا ربطين أن أي حاجة بيحصل أي تعدي على الأرض الزراعية بيوقف فورا بمجرد مع عمل المحضر بتوقف بطاقات التموين والخبز والأسمدة للاستماد المدعم وده وصل الأرقام على مدار الفترة اللي فاتت إلى أكتر من 53 ألف حالة اتوقفت لهم كل البطاقات أنا بأكد كلام ده عشان رسالة لكل المواطنين الدولة هذا الموضوع لا تهاون فيه ولا فيه أي نوع من التسامح لأن دي إحنا كل متر بنفقده من الأرض الزراعية عشان نعمل أرض أخرى في أراضي السطاح أنا بتكلف مليارات كل متر من الأرض الزراعية ده صار ولينا ومش من حق أي حد أنه هو يتعدى ويبني عليها بسلوب مخالف لأن في الآخر ده أكل المصرية